أصدر صاحب أسموه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القوسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عددا من المرسيم الأميرية حيث أصدر أسموه مرسوما أميريا بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية ونص المرسوم على أن تنشأ بموجبه دائرة حكومية في إمارة الشارقة تسمى دائرة الشارقة الرقمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ومرسوما أميريا بشأن ترقية وتعيين مدير عام لدائرة الشارقة الرقمية ونص المرسوم على أن يرقى الشيخ السعود بن سلطان بن محمد القوسمي إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة ويعين مديرا عاما لدائرة الشارقة الرقمية اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم ومرسوما أميريا بشأن تعيين رئيسا لدار الوثائق ونص المرسوم أعلن ينقل الشيخ خالد بن أحمد السلطان القوسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة إلى دار الوثائق في الإمارة ويرقى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة ويعين رئيسا للدارة ترجمة نانسي قنقر